نرحب بحضراتكم مرة تانية من أيام احتفلت العاصمة القاهرة بعدها القومي اللي بيوافق ذكرى مرور 1054 عام على تأسسها على يد القائد جوهر السقلي عام 969 ميلادية ومن الوقت ده والحد دلوقتي القاهرة التاريخية هي واحدة من أعرق وأهم عواصم العالم وأكبر متحف مفتوح للأثار الإسلامية والقبطية وغيرها كمان من الحق بالتاريخية بكل تأكيد ومر عليها عصور كتيرة جدا هنتكلم عنها بالتفصيل فاطمي أيوبي مملوكي أثماني حتى وصلنا إلى العصر الحديث نعرف أو نتعرف دلوقتي على قصص قاهرة المعز من الدكتور محمد حمزة الحداد أستاذ الأثار والحضارة والفن الإسلامي وعميد كلية الأثار ومساعد رئيس جامعة القاهرة السابق صباح الخير عليك دكتور صباح الخير يا فهم يا أهلا بحضرتك طبعا إحنا زي ما كنا نتكلم دلوقتي هنعدي على كل هذه العصور اللي مرت على القاهرة حتى وصلنا إلى هذا العصر الحديث لكن في البداية كده عايزين ندي للناس لمحة كيف نشأت القاهرة والهدف من إنشاءه وزي ما قال الشعراء لله قاهرة المعز فهي بلد تخصص بالمصرة والهنى أو ما ترى في كل قطر منية بلى فهي مجتمع الأمان والمنا طبعا أسس القاهرة جوهر استقلابي وليس استقلي بناء على عمر الخليفة المعز لدين الله وفعلا دخل في هذا المكان في 17 شعبان 358 هجرية 6 يوليو 969 ميلادي نشكرك لتصحيح المعلومة دي أنه حتى يمكن إحنا درسناها جوهر استقلي للأسف وإحنا صححناها كتير لكن دايما يعني المشاعر خطأ هو دايما المستمر والمنتجر القاهرة أول ما إنشأت كان 360 فدان ثم بعد كده 400 فدان كان فيها شارع رئيسي اللي هو موجود لغد الوقت المعروف منذ سنة 1937 بشارع المعز لدين الله وبيبدأ من باب الفتوح في الشمال وينتهي باب زويلة أو بوابة المتولي في الجنوب وكل جهة من الجهات الأربع كان فيها أبواب أخرى لكن أشهرها طبعا باب النصر وباب الفتوح وباب زويلة أو بوابة المتولي وعندنا باب البرقية باب القراطين باب سعادة باب القمطرة عندنا أبواب كثيرة جدا المهم زي ما حضرتك والأستاذة تفضلتوا أن القاهرة مدينة عصرية منذ تأسسها لماذا؟ لأنها استوعبت تراث الأقدمين وتطورت مع الحداثة المرتبطة بكل عصر من العصور حتى إحنا الآن القاهرة التاريخية وعندنا القاهرة الخدوية عندنا الأحياء والضواحي بتاعة القاهرة جمعت بين الأسرة والمعاصرة في الجنوب عندنا حلوان والمعادي عندنا في الغرب جاردن سيتي والزمالك عندنا في الشرق مصر الجديدة وكان قبل مصر الجديدة حي الضاهر والعباسية مصر الجديدة عندنا في نفس الخط ونفس المصار دلوقتي القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة واخد نفس المصار الشرقي والشمالي الشرقي عندنا بقى في الجهة الشرقية الأرافة وده عضو مهم جدا من أعضاء القاهرة والرئيس السيسي في المشروعات القومية العملاقة اللي بتتم دلوقتي من أجل التنمية السياحية المستدامة نصر المواقع الأثرية والتراثية في اجتماعه في 7 يوليو 2021 ثم أخيرا في 12 يونيو الماضي أصدر قرار بتشكيل لجنة متخصصة للجمع بين الأصالة والمعاصرة في محور صلاح سالم عشان لا يتم التعدي على المقابر الأثرية والتراثية لأنها جزء من جسد القاهرة العام ونحن عارفين أن الأرافة والقاهرة كالجسد الواحد إذا استكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحم عايزين اللجنة تبقى معلنة هذه اللجنة لأن ده التراث هو معيار الخصوصية وإثبات الزات بعد كده صلاح الدين الأيوبي أسقط القاهرة الفاطمية أو الخلافة الفاطمية سنة 567 هجرية 1171 ميلادية ورجعت مصر تاني والقاهرة كعاصمة سنية بعد كده جه المماليك دولة المماليك البحرية والجراكسة من 1250 ل 1517 عندنا من هذا العصر 250 أصر في القاهرة فقط 275 أصر في القاهرة فقط 175 أصر من عصر المماليك البحرية اللي انتهى 784 هجرية 1382 ميلادية و100 أصر من عصر الجراكسة اللي انتهى على يد السلطان سليم العثماني 1517 بعد كده العصر العثماني بدأ من 1517 لغت الحملة الفرنسية 1798 وعندنا في القاهرة من هذا العصر 307 أصر منها 62 أصر على الطراز المصري و45 أصر فقط على الطراز العثماني يعني نسبة الأصر على الطراز العثماني بالنسبة للطراز المصري 14.66% معنى كده أن مصر قادرة على هضم وتمصير كل شيء ووافد ما دام لا يروخ لشخصيتها وهويتها ودميزة مصر من زمان البطاليمة لما جون مصر طبعا بعد الإسكندر الأكبر 332 قبل الميلاد ووفاة الإسكندر 323 وتأسيس دولة البطاليمة 305 بطلاميوس الأول احتضنتهم مصر وتم تعليهم بالشخصية المصرية ووفق التقاليد والتقوص المصرية المعابد بتاعتهم كلها على الطراز المصر بتاعنا اللغة استمرت وهكذا وحلت كمان بالإضافة إليها اللغة اليونانية واللاتينية مصر أصلا مصارة المسيحية وبعد كده مصر مصارة الإسلام فعشان كده بنقول أن التراث هو معيار الزات وإثبات الخصوصية وهو الهوية البصرية زي ما حضرتك قلت المتحف المفتوح اللي موجود في مدينة القاهرة بعد الحمر فرسيجي محمد علي معروف طبعا مؤسس مصر الحديثة الأسرة الملكية من 185 لغة 1953 وليس 52 برضو كما هو شائع لأنه إلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري كان سالة 53 ما ليش علاقة بصورة يوليو اللي هي 23 يوليو 52 اللي حنحتفل بها هذا الشهر في آخر هذا الشهر عصر محمد علي بقى جمع بقى كل حاجة كل الترز التاريخية في العالم تم جمعها خلال عصر محمد علي واحتضنتهم مدينة القاهرة ومدينة الإسكندرية في المقام الأول وعشان كده زي ما قلنا من شوية عندنا القاهرة الخدوية جنب القاهرة يعني ما حصلش الغائل الماضي ما حصلش الغائل الماضي في عصر قصة محمد علي سابوا القاهرة التاريخية ونموا القاهرة التاريخية على حدة لأن مقر الحكم أيام محمد علي كان قلعة صلاح الدين وظلت القلعة هي عاصمة مصر زي العاصمة الإدارية الجديدة كان إن شاء الله ومقر الحكم لغاية الخدوية إسماعيل ما بنى قصر عبدين ونقل إليه فأصبح قصر عبدين هو مقر الحكم في مصر لغاية أيام الرئيس السادات ومنذ عهد الرئيس المبارك طبعا أصبح قصر الاتحادية أو مصر الجديدة هي مقر الحكم الرئيس السيسي الآن بالمشروعات القومية تجمع بين الأصالة والمعاصرة زي ما قلنا أنه نصر المواقع الأسرية والتراثية وعشان كده لازم الجهات التنفيذية تاعي أوامر وتوجيهات الرئيس السيسي جيدا لأنه دارس التجربة التاريخية بحق وعارف المراحل الكبرى اللي مررت على مصر بصفة عامة وعارف أيضا الاتجاهات العالمية التي تحاول تشوي تاريخ مصر ورمزية مصر زي الأفروسنتريك وزي طبعا علم الآثار التوراطي حتى دلوقتي فيه ناس بتقول أن مصر مش هي مصر مصر اللي في القرآن أو مصر التوراطية مش هي مصر اللي عندنا هنا ده حاجة تانية في اليمن أو في الجزيرة العربية لازم نتصدى لهذا من خلال الإعلام ومن خلال الندوات وورش العمل وزارة الثقافة تقوم بدورها في هذا الاتجاه بما أننا نتكلم يا فاند خلينا نستغل وقود حضرتك معنا كمان وزي ما حضرتك تحدث أننا لازم نكون قادرين أننا نتكلم عن قصتنا وعن تاريخنا ولازم حتى أولادنا يبقوا عارفين أصل كل شيء في الحضارة المصرية خلينا نستغل وقود حضرتك معنا ونحن نتكلم عن القاهرة القاهرة كان لها أسماء أخرى غير القاهرة جاء من أين اسم القاهرة وإيه الأسماء الأخرى اللي سميت بها القاهرة طبعا زي ما قلنا القاهرة الحالية اللي هي أنشأها جوهر السقلبي زي ما قلنا دي رابع عاصمة إسلامية في مصر العاصمة الأولى كانت الفسطاط العاصمة التانية العسكر العاصمة التالتة القطائع لما جاء جوهر القاهرة وحده فعرف ما هو خارج أسوار القاهرة عرف باسم مصر عشان كده ابن تغريبرد لما ألف كتاب موسوعي عن تاريخ مصر سماها النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة علي مبارك لما عمل الخطط بتاعته الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنيها وبلادها القديمة والشهيرة والشهيرة عشان كده الناس اللي بيجوا من الأقليم والصعيد رحيم مصر ومن عظمة القاهرة الحالية اللي هي عاصمة مصر دلوقتي مدينة التوحيد وعاصمة التوحيد اللي هي منف منف عند مجمع الأديان اللي هو الجزء الشرقي من النيل لأن الجزء الغربي من منفه كان جبانة منف اللي بتبدأ من أبو رواش في الشمال وتنتهي عند هرم ميدوم في الجنوب عشر جبانات فيها على الأقل 113 هرم يعني معجزة من المعجزات المعمرية الهندسية الكبرى في الحضارة المصرية القديمة طبعا لو أضفنا للقاهرة التاريخية القاهرة الكبرى تشمل الجيزة والأليوبية فهي فيها كل الحضارات عندنا مثلا حضارة المعادي وعندنا حضارة حلوان منذ عصور ما قبل التاريخ وعين شمس وعندنا عين شمس أونو وأكاديمية أونو أو جمعة أونو القديمة اللي كل فلاسفة وحكماء وعلماء الإغريق اتعلموا في أونو أو في عين شمس وعندنا المذاهب الخلق المشهورة في منف وفي عندنا في أونو مذهب السامون ومذهب التاسوع بعد كده السامون كان عندنا في الأشمونين في المينيا الآن طبعا لما سبب تسمية القاهرة طبعا فيه أسطورة من الأساطير اللي هو الغراب ووقف على الأسطور اللي عمله وكان القاهر في الطالع اللي هو كوكب المريخ فسموه كده لكن الحقيقة أن اسم القاهرة يرجع لأن المعز عندما ودع جوهر استقلابي وفي طريقه لفتح مصر والقضاء على الدولة الخشدية قال والله لو خرج جوهر هذا وحده لفتح مصر ولينزلن في خرابات ابن طلون ويبني مدينة تقهر الدنيا تسمى القاهرة كان اسمها المنصورية تقريبا أبلها عرفت طبعا باسم المدينة اللي أنشأها والده قبل كده المنصورية اللي هي في تونس الآن مدينة المنصورية وعرفت أيضا باسم المحروصة ولكن غلب عليها اسم القرآن على فكرة اسم المحروصة ده اسم مصري قديم والناس اللي ما تعرفش أن مصر كلمة مصر دي مشتق وده عشان دي مصر للجدل على مستوى العالم دلوقتي أن مصر مش هي مصر اسم مصر أصلا مشتق من كلمة مصرية قديمة اسمها متجر ومتجر معناها المحدودة أو المحفوفة أو المحصورة أي البلد الوحيدة الاستيتي الوحيدة اللي زات حدود أربعة لم تتغير من ما قبل التاريخ حتى الآن عشان ده تعريف جديد لأصل اشتقاك كلمة مصر ومالهاش علاقة بقى إيه جيبت وحد كابتاح والكلام ده وبعض الناس يقولون أنها أرض القبط كلمة القبط أصلا معناها مصري صحيح ففيه مصري مسلم وفيه مصري مسيحي فقبط يعني مصري حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما خاطب المقوقص قال عظيم القبط يعني عظيم المصريين لأن الفترة دي كانت فترة انتقال ما بين سيطرة الفرصة على مصر وما كانتش مصر تابعة للدولة البيزنطية في ذلك الوقت عشان خاطب ممثل المصريين وعظيم المصريين في ذلك الوقت للكنيسة المصرية في الإسكندرية عشان كده بنقول للبابا حتى الآن بابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية لازم ننزم حضرك قلتي نعيهم جيدا وخاصة في ظل وسائل الفقرة كانت عن التكنولوجيا والعجيار المختلفة بتاعتها وستة هيغير طبعا موازين كثيرة جدا فعندنا دلوقت انتشار لأفكار مغلوطة كثيرة جدا على مستوى العالم والجيل الجديد للأسف لازم نعيه جيدا عدد كبير من الأسبالة موجودة في القاهرة مستشفيات مباني تاريخية ليه الأمراء الملوك كانوا بيتنافسوا على بناء هذه المباني التاريخية ومتعددة الأوراض والاستخدامات هما طبعا معظم أولا مصر هي مدينة البناء وده استمرار للشخصية المصرية من أيام مصر القديمة اللي بنوع عليها مصر الفرعوني اللي بيوصد يتجول في مصر الوجه البحري والوجه الإبلي فضلا عن منطقة الوسط اللي هي إس التاوي إس التاوي بالمصرية القديمة يعني القابضة على الوجهين عشان جايما دايما كده العاصمة تبقى في هذا المكان عشان تربط بين الجنوب وبين الشمال فكانوا بيقولوا عليها إس التاوي القابضة على الوجهين نتخيل كل كم الأثار المصرية القديمة فكل فترة البطالمة عملوا كده الرومان عملوا كده في الفترة البيزنطية اللي هي العصر الروماني المتأخر أو العصر البيزنطي المتقدم قبل عمر بن العاص عندنا أديرة وعندنا كنائس ضخمة جدا في الفترة الإسلامية كل بلد أو كل دولة من الدول كانت بتحب تسيب بصمتها في هذه الدول فعشان كده احنا قلنا في البداية الحلقة النهاردة أو الفقرة أن القاهرة استوعبت التراث القديم من قبل الإسلام استوعبت التراث المسيحي قبل الإسلام وفي ظل الإسلام استوعبت تراث الماضي قبل تأسيس القاهرة عندنا أثار من عصر الولاء عندنا أثار من عصر الدويلات المستقلة السري بن الحكم أحمد بن طلون الدولة الإخشدية. عندنا الأثار الفاطمية. داخل الأسوار وخارج الأسوار. اللي بنسميه زواهر القاهرة. الظهر الشمالي والظهر الجنوبي والظهر الشرقي والظهر الغربي. عندنا أثار استوعبت القاهرة بتاعة عصر المماليك البحرية. نتعرف القاهرة كان فيها 3000 سبيل. اللي بقى منها دلوقتي حوالي 250 سبيل. غالبيتها على الطراز المصري. وعندنا من العصر العثماني من 1750 ل 1798 سبعت أسبلة فقط على الطراز العثماني. عصر محمد علي عندنا 70 سبيل على الطراز العثماني. مع التأثيرات الأوروبية زي الباروك والركوك والزخارف. ومن أشهرها طبعا في شارع المعز سبيل محمد علي بن الحسين. وصاد ألوون والظهر برقوه. سبيل سليمان أغس الإحضار. وصاد السحيمي. وعندنا في الجنوب باب زويلة سبيل محمد علي بالعقادين. والأسبيلة دي كلها على فكرة مش جاي عشان المياه. يعني بقى معظم الناس بتقول ان كلمة السبيل جاية من أسبل الماء بمعنى صبه. وأسبل المطر بمعنى هطر. لا كلمة السبيل جاية انها موقوفة في سبيل الله. يعني حاجة لله من غير أجرى. وما تنفقه من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. حتى دي عاشت في مخيلة الفلكلور الشعبي والزاكرة الجمعية بتاعتنا وفي الغناء التراصي. عشان يا صبايا دلوني على السبيل حتى الآن. يا وارد الماء الزلال الصافي اشرب هنيئا صحة وعوافي. قد شكى لي بعض المحبين زمأ الماء. فقلت هذا غير ممكن. كيف تشكو الزمأ وتتزع منه؟ وبهذا السبيل قد أحسن محسن. دكتور يا بحييك طبعا بشاء الله. بس فيه برضو نقطة مما حدثت عنها وهي فكرة أنه على مر العصور مصر قدرت أنها تهدم كل الحضارات. وزي ما نتكلم إحنا عندنا أثار من كل عصر مرت بيه مصر. سؤال حضرتك ليه كل عصر كان بتدخل فيه الدولة المصرية؟ كان دايما اللي بيدخل مصر بيحاول أن هو يبني على اللي موجود فيها والأثار اللي موجودة فيها ما حاولش أبدا أنه يهدم. مع أنه فيه البعض في دول أخرى كان دايما لما بندخل عصر كان ممكن يهدم أثار الحضارات السابقة بس مصر أكد أنها كان فيه تنافسية أو فيه منافسة يعني أنا الحضارة دي أثرها بالشكل الفلاني أنا هبني أو هطور الأثار بتأتي أو مبارية بفكرة جميلة جدا لأن دي سنة سنة الحياة يعني حتى لأن دايما الرحالة والمؤرخين والعلماء المسلمين وصفوا الأثار المصرية القديمة وعلى فكرة كان لهم دور كبير جدا في فك تلاصم اللغة المصرية قبل شامبليون يعني دي برضو من المعلومات المغلوطة أن شامبليون ودوره في فك تلاصم اللغة المصرية وأعلن ذلك سنة 1822 لا في محاولات سابقة للعلماء المسلمين زي زنون المصري اللي من أخميم عندنا وهي مدينة من أهم المدن فيها الأثار المصرية القديمة وفيها حاجات تحت الأرض فيها حتى إيلان أبو القاسم العراقي زي ابن وحشية زي جابر بن حيان وكل دراسات حديثة أثبتت هذا الكلام والحاجات التي ترجمت إلى الفرنسية وإلى الإنجليزية سنة 1806 1812 يعني قبل شامبليون بعشر سنين ما يعلن عن اكتشافه كذلك يعني وفيه 45 كتاب تناولوا هذه القضية فمثلا إن البناء إذا تعازم شأنه أطحى يدل على عظيم الشاني همم الملوك إذا ما أرادوا ذكرها من بعدهم فبألسون البنياني أو ما ترى الهرمين قد بقيا وكملكم محاو حوادثه الأزماني إذا حركة البناء كلهم كانوا بيبصوا للهرم بيبصوا للهرم بيبصوا لفرعون موسى لما قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب يعني معنا كده تخليد تخليد الزكرة وتخليد الأسرة وتخليد المملكة يكون عن طريق البناء وعظمة البناء عشان كده بلاقي كل دولة من الدول تم الإبقاء على المباني بتاعتها زي ما قلنا فيه أثار من عصر الولاة أثار من عصر الدول المستقلة زي الدولة الطلونية الدولة الإخشدية عندنا الأثار الفاطمية كلها موجودة 32 أثر فاطمي موجودين في مصر وفي القاهرة منهم 22 أثر و10 أثر خارج مصر خارج القاهرة وعندنا زي ما قلنا 275 أثر من عصر المملك البحرية عندنا هرم مصر الإسلامية السلطان حسن اللي استغرق إنشاؤه سبع سنوات من 757 إلى 764 هجرية وكانت تكلفة البناء كل يوم ألف دينار زهد عشان كده نسبه للسلطان حسن لو لا يقال إن ملكة مصر عجز عن إتمام بناء بناه لا تركت بناءها من قصة ما أنفق عليها البنائين المصريين يعني من العصور القديمة يعني المصري معروف بقدرته وإبداعه في البناء والتشريد تحديده صانع الحضارة هو المصري وليست الأنظمة الحاكمة صانع الحضارة هو المصري إحنا الدكتور زي حواس اكتشف مدينة العمال اللي هم بنوا الهرم الأكبر أيضا تم اكتشاف بردية اسمها بردية ودي الجرف أثبتت إن الهرم بناء مصري بيقولوا دلوقتي ما نحن بيجن عيام السادات قال أنا نفسي أجل مصر عشان أشوف الهرم اللي بناء أجدادي عندنا بعد كده وزير الدفاع الإسرائيلي طبعا لما راحت موميا رمسيس إلى فرنسا سنة ستة وسبعين وكذاه بعصى المرشالية لرمسيس الثاني عشان يوحي للعالم إن رمسيس الثاني وفرعون الخروج قالوا لقد أخرجتنا من مصر وأنت حي فأخرجناك منها وأنت ميت الدعاية اليهودية والصهيونية لأنه دايما بيذكروا الملوك العظام الحضارة المصرية فيها كانت هي الطب على مستوى العالم عصر الإمبراطورية فعايزين ينسبوا الإنجاز لهم لذا كده ما بيذكروش أو بيربطوا الأحداث بتاعتهم بعصور ضعف أو بعصور الحلال طيب في النهاية احنا قدامنا متحف مفتوح إزاي نستغل هذا المتحف المفتوح في الترويج لسياحة خاصة السياحة الدينية أنا كنا نتكلم من شوية على شارع المعزو عبالة تطوير اللي تمت فيه من فترة عندنا في الدرب الأحمر أيضا شارع تم الاهتمام به إزاي نستغل كل هذه الأثار الإسلامية الموجودة في هذا المتحف المفتوح للترويج للسياحة الدينية هي الدولة مشكورة زي ما قلت الرئيس السيسي مشكورا في دلوقتي مشروعات التنمية السياحية المستدامة وأنا لدي عشر حلقات في البرنامج جتاعي في القناة الأولى اسمو مصر المحروصة عن التنمية السياحية المستدامة واخترت في هذه الحلقات العشر عشر مواقع في القاهرة وأجرينا عليها عملية التنمية السياحية المستدامة لأن من ضمن معايير التنمية السياحية المستدامة التخطيط السياحي الجيد وده بيحصل دلوقتي من خلال المحاور والمشروعات القومية العملاقة ده موجود دلوقتي يعني هنا البنية التحتية بقت مناسبة لهذا عندنا الإدارة الجيدة الإدارة الجيدة التسويق الجيد يعني احنا اللي ينقصنا دلوقتي هو التسويق الجيد وأيضا المراقبة والمتابعة وإن الجهات التنفيذية تاعي فكر ورؤية الرئيس لأنه هو دارس التجربة التاريخية المصرية بقوة سواء من ما قبل محمد علي أو دولة مصر الحديثة من عصر محمد علي 1885 لغاية الآن يعني دلوقتي عندنا التقطيط السياحي الجيد لكن اللي ينقصنا التسويق السياحي الجيد فين المكاتب السياحية في الخارج فين السفارات في الخارج ليه ما فيش قناة تلفزيونية وتطوير الخدمات أيضا هنا برضو يا فاند حتى لو عندنا قطة ترويجية كبيرة حتى لو في الخارج لازم تكون بيقابلة هنا خدمات كمان متطورة نحن قلنا فيه التقطيط الجيد موجود لسي ينقصوا التسويق الجيد الإدارة الجيدة ثم المراقبة والمتابعة الجيد لأن فيه صغرات كثيرة جدا لا داعي لذكرها هذه الصغرات لابد أن تلافية ولازم نعظم من الإيجابيات ده برضو من ضمن شروط التنمية السياحية المستدامة التعظيم من الإيجابيات ونقاط الجزم وهي كثيرة جدا سواء في شرع المعز شرع الجمالية أنا عامل مشروع عن أن منطقة الحسين تبقى على غرار الحي اللاتيني في فرنسا وسنسميه حي الشارع جدا على أبسط الأمثلة أو الأصايدة لو حتى ميدان التحرير ونزلت وشفتوا المباني والوجهات الموحدة والشوارع بقت شكلها عاملة إزاي؟ حقيقي تستاهل أن تنزلوا تشوفوا شوارع مصر وقاهرة التاريخية والفاطمية بقت عاملة إزاي؟ بالوقت نشكر حضرك طبعا جزيلا شكر دكتور حمد حمز الحداد أستاذ الأثار والحضارة والفن الإسلامي وعميد كلية الأثار ومساعد رئيس جامعة القاهرة السابق شكرا جزيلا